ولأن المطالبات في صلاح الدين تشبه غيرها في المحافظات فقد تظاهر المعلمون في بغداد للمطالبة بتعديل سلم الرواتب وإنصافهم مقابل الجهود التي يبذلونها مناشدين رئيس الوزراء محمد الشيعة السوداني لالتفات إليهم ومراعاة ظروفهم وخلال الاحتجاج انتقد عدد من المتظاهرين نقيب معلمي العراق عباس السوداني لعدم مسندته لهم مشددين على ضرورة تدخله والمطالبة بحقوقهم مؤكدين أنه واجبه ولا داعي لوجوده من دون تأدية واجباته والوقوف مع التربويين من المعلمين حسب رأيهم المسؤول اليوم هو لقابة المعلمين العراقيين المركز العام نحن اليوم خرجنا لإيصال صوتنا إلى النقابة التي هي حقيقة تمثلنا لكن كما قلت مع شديد الأسف لم نجد نقيب المعلمين لم نجد أعضاء النقابة يقفون مع أخوتهم واليوم أخوتهم ما عندهم شي حقيقة نريد نسمع أن نوصل صوتنا إلى من يمثلنا وهو في إقرار سلم الرواتب سلم الرواتب فيه تحقيق نوع من العدالة نوع من الإنصاف نوع من يحقق لي المعلم بصورة خاصة وللموظف بصورة عامة نوع من الاستقرار المعيشي تعرف الإنسان إذا استقر الحالة المعيشية يكون منتج في عمله كيف أطلب من الموظف أن يقدم أن لا يأخذ رشوة أو كيف نطلب من المعلم أن يقدم درس إذا هو راتب قليل أخوتنا كما طلب من عندهم قال لم تتحدث عن الحرفيين هؤلاء الحرفيين طبقة مظلومة حقيقة طبقة الإداريين الحرفيين هؤلاء حقيقة طبقة معدومة ولحد الآن لم يقر لهم العقد مالهم من هذا المكان طبعا نشكر قناة صلاح الدين لتقطيته هذا الحدث ولنشكر كل قناة حقيقة تقف مع المظلومين حقيقة هذا الشعب أخوان مظلوم يشهد الله المتقاعد مظلوم والمعلم مظلوم والرعاية الاجتماعية مظلوم بالبداية نطالب رئيس الوزراء السوداني بإقرار سلم عادل يضمن حقوق جميع موظفين الدولة والشغلة الأخرى والثانية الخرجنا عليها نوجه كلامنا العباس السوداني نقيب معلمين العراق ليس فقط في الاسم نطالبك بوجود فعل دعم المعلمين ودعم الجماهير التربوية لاستحصال حقوقها والاستحصال سلم رواتب ينصف المعلم المعلم يعاني من الإجحاف ولم يستجيب ولم يطالب معنا بحقوقنا فلا غرض لوجوده على كرسية الكرسي حقوق وواجبات فنطالبه بالقيام بواجباته كمعلم حاليا أي استجابة ماك هو اتهمونا بشتى التهم أننا خارجين على القانون وأننا اعتدينا على المال العام وكذلك اتهمونا بصفات لا نستطيع أن نذكرها ومع شديد الأسف بعد الهجم عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي تم مسح البيان وتعديله وإصدار بيان ثاني الآن نطالب عباس السوداني نقيب المعلمين خذنا اليوم نخاطبة بصفة القانونية الأستاذ عباس السودان نقيب المعلمين نترجاك اليوم باتشل ما نترجاك اليوم نترجاك باتشل ما نترجاك وراح تصعد حدة المطالب فأنت تلاحق نفسك مثل ما يقول على قولة تهنى تلاحق نفسك واعلن الأضراب حتى نكون أصدقاء وإحنا نكون وياك ثق بالله أما تكون هذا التسويق في المماطلة حالك حال رئاسة الوزراء وحالك حال مجلس النواب لا تصعد حدة المطالب وتكون مطالب بالأقالة أما اليوم إحنا باقين والاعتصام مفتوح لحين تحقيق المطالب وهو إعلان الأضراب العام في العراق